بين ظروف معقدة وتوقف طال كثيرا في المسار السياسي تعود التحركات التي غابت فاعليتها في زحمة المواجهات والتصعيد الميداني الموضوع هذه المرة لا يتعلق بإطلاق عودة المشاورات فحسب فقد أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الحكومة تأمل بذلك غير أن رغبة السلام لا تلاقي أي ردة فعل من تحالف الانقلاب الذي لا يزال يرفض بشدة مطالبة الحكومة الدائمة بإيقاف الحرب وفي حين يبدو المسار السياسي أكثر تعقيدا تحدث رئيس الوزراء أحمد بن دغر في لقاء مع السفير الروسي سيرجي كورلوف عن ضرورة زيادة ضغط روسيا على جماعة الحوثي للكف عن المقامرة بحياة اليمنيين فيما تبقى من مناطق لا زالت تحت سيطرتها بن دغر تحدث أيضا عن التبعات الكارثية لأي محاولة لشرعانة الانقلاب وأشار إلى أن التأسيس عليه سيحمل سابقة خطيرة على المستوى المحلي والدولي وفيما يبدو المشهد العسكري أكثر حضورا عاد الحديث عن المسار السياسي ليتردد صداه بين الأوساط الدولية بعد دعوة سابقة أطلقها المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ شدد فيها على ضرورة حضور جولة جديدة من المشاورات ما يزال البعد التفاوضي في المشهد غير واضح الأفق وفيما تزال وطيرة المواجهات على أكثر من جبهة ما تزال فرص السلام بعيدة قياسا بحجم خارطة المواجهات المتصاعدة يوما بعد آخر